موسيقى والحاجة راحة للبيولوجية هي نظام يشمله الفصل 7 من القانون عدد 13 اللي هو الألواء كادر متاع الصيد البحر واللي يسمح للسلطة المختصة بأنها يوقع التوقف عن صيد صنف أو أصناف معينة من الأسماك أو في فترة معينة أو في مكان معين الراحة البيولوجية في تونس عنا راحة بيولوجية وحيدة اللي هي في خليج جابس واللي هي تمتد على ثلاثة أشهر كيف يسمح بها القانون لأن القانون ما يسمحش بأكثر من ثلاثة أشهر راحة بيولوجية إذا كان نحب نمدها نعود مقرر آخر في تمديد راحة بيولوجية الفترة هذه تمتد عادة من 1 جويلة إلى 30 سبتمبر وتشمل مراكب الصيد بالجر في خليج جابس أثناء ولأسباب فنية وعلمية وقعت أخير راحة البيولوجية بـ 15 يوم اليوم 16 جويلة 2024 ينطلق موسم الراحة أو النظام الراحة البيولوجية لسنة 2024 ليمتد إلى 15 أكتوبر واللي هو الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر اللي وخرناها على عادة هي فترة نمو وتكاثر الفراخ الأسماك وهذا كعليش احنا ارتأينا مع البحث العلمي أنا نوخره بـ 15 يوم الراحة البيولوجية هذه كما تعرفوا أنه الخليج جابس هو متنوع على الأصناف موجود فيه العديد من الأصناف وهذا كعليش ما تماش صنف واحد بركة مشمول ثم النشاط اللي يتوقف عن الصيد هو نشاط الصيد بالجر والدولة تقوم بإسناد مساعدات للأشخاص اللي يتوقفوا على النشاط في خليج جابس في الفترة هذه وتحتسب حسب السماك يعني الأجل الفلاحي الأدنى مهم جدا راحة البيولوجية ومهم جدا أني اخترناها عليش في خليج جابس لأنه راحة البيولوجية بدأت في 2009 اللي هي النظام الوحيد الموجود في تونس راحة البيولوجية بدأت في 2009 بعد ما حاسينا أنه الستوك للرشورساليوتيك متعنا قاعدين في انخدار كبير يعني قاعد تناقص كبير في المخزونات السماكية ووردة أين أنه يتوقف النشاط متاع الصيد بالجر اللي هو تقريبا النشاط الأهم في خليج جابس في الفترة هذه للسماح للأصناف المائية للتكاثر وباش نعودوا ريب بلومون متاع المياه متاعنا والبحر متاعنا الضبط هو أول حاجة هو تخفيف الضغط على المخزون اثنين كيف مش نقصوا نشاط مداع مية ولا مية وخمسين مركب سيد بالجر واللي تعرفوا قداش هما يأثروا على البيئة متاعنا دونك هذي كله فيه خماية للبيئة فيه يعني عودة الروح للبحر متاعنا بما أنه مش يعودوا يتكاثروا الأسماك مش تعاود لكل ما هي مكونات بيئية اللي تكون البحر مش تعاود تتكاثر وترجع للنشاط متاعها وترجع للمخزون العادي متاعها هي اللي منصوص عليها مرة أخرى في الفصل 27 من القانون عدد 13 اللي هما السلطة الرسمية واللي مخوّل لهم أنهم يقوموا بالمراغبة هي بالأساس السلطة المختصة الأولى الصيد البحري بهايجيليه المركزية والجهوية عنا كل ما هو حرس بحري كل ما هو جيش البحر وديوانة فصيل البحري للديوانة هذو ما اللي مسموح لهم باش يقوموا بمراقبة كل ما هو نشاط صيد بحري في خليج جابس ولا في البحركة كل دونك بمناسبة الراحة البيولوجية تتكاثر في الجهود الكل ويتم مراقبة بحرا يتم مراقبة بحرا عن طريق القيام بدوريات مراقبة مشتركة أو فردية وخاصة في السنوات الأخيرة بعد ما اقتنات لدارة العامة لصيد البحري تربية الأسماك اثنين زوارق سريعة للمراقبة ولا ثم دي كونترول كونجوان مع شركاءنا في المراقبة اللي هم الحرس والجيش بالأساس والديوانة زادة اللي عندها دور أكثر رقابة على حاجة أخرى أما حاليا قاعدين نقوم بمراقبة بحرا كذلك بعد تنقيح القانون في 2013 القانون عدد 34 وفي 2018 في القانون عدد 30 قاعدين نجموا اليوم نعملوا مراقبة عن بعد عن طريق منظومة مراقبة المراكب عبر الأقمار الاصطناعية وهذا مهم جدا لليوم نجموا نراقبوا المراكب اللي قاعدة تنشط واللي أكثر من 15 متر اللي قاعدة تنشط في مناطق محجرة واللي زادة نجموا نعملوين فيرباليزا يعني يقوموا برفع مخالفات عن بعض وهذا عاوننا برشا باش نجمنا اليوم نسيطروا على كل ما هي وضع خارج على القانون بالنسبة للمراقبة بحرا المراقبة برا انتوا وهي تتم زادة بالاشتراك مع كل ما هي مصالح تجارة ومصالح صحة تتم على الطرقات وتتم يعني في مسالك التوزيع متاع الأسماك المتأتية من البحر كسواء في راحة بيولوجية ولا جايزة عن طريق سايد ساحلي هذا مهم لأنه زادة تنشط بعض المراكب اللي قاعدة تستغل في الفرصة وتنشط بشكل غير قانوني في خليج جابس وكاليش احنا اليوم زادة حتى عند الانزال حتى المراقبة على الطرقات قاعدين يقوموا بدور هام وفعال دونك هذوما تقريبا الهيكل اللي قاعدة تقوم بالمراقبة خلال الفترة تكامل السنة وتتركز بالاساس المراقبة هذية في الفترة متاع الراحة البيولوجية باش نمنعو كل ما هو نشاط غير قانوني وباش نمنعو كل ما هو عمليات انزال لأسماك غير قانونية بالأكيد هو في كل حاجة ثم خروقات بالنسبة للصيد بالجر خروقات بصراحة قليلة ونادرة جدا 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 لأنه الناس تعرف أنه ثم صرامة كبيرة برشة وثم مراقبة شديدة جدا للأسف ثم بعض مراكب الصيد بالجر الأجنبية تقوم بعمليات النشاط لأنها تستغل الفرصة أنه القولف الخليج متاعجه بس يبدأ فارغ وخالي من المراكب التونسية وتقوم ببعض عمليات نشاط غير قانوني وحمد لله عنا كل ما هي خاصة بالأساس مصالح الجيش البحر الجيش الوطني دوك قاعدة الدخل وأخيرا عنا مركب موجود في سفاقس بالمصري يتشد في ظروف يعني كما هكما قام مع عمليات صيد غير قانونية دوك المراقبة موجودة والخروقات موجودة لكن عمليات التصدي ما تسمحش أنه يكون ثم برشة خروقات سيس كونيون دوك احنا كل شخص نلقاوه وهذه هي تجفيف المنابع كل شخص نلقاوه قاعد يمارس في نشاط غير قانوني قاعد يتزود محروقات مدعمة على حساب الشعب باش يقوم بنشاط غير قانوني نعقبوه بعمين وعامين ونص لأنه إلى ديرو بي منح متاع الدولة باش يخدم بها عاجة باش قانونية كل شخص يروج يمسك يتاجر في منتجات غير قانونية خارج المواسم عقوبته شديدة جدا دوكوردو قاعدين نقوموا بمعاقبته أكيد أنه ثم عباد مش يهربوا عليك على الكونترول خليني نقولك نحن اليوم في الإدارة العامة ككل بكل هاكلها الجهوية عنا 129 عون حرص صيد بحر في 1300 كيلومتر في عدد ما شاء الله من الإدارات شنوة نجم تعمل في الظروف هذه ماناش نحكيه لأنه اليوم عنا أمامكم تعيك فيك تيف لكن الدولة راه موجودة وقايمة الذات وقاعدة اليوم تسعى بكل هياكلها أنها تتصدى لها العبادة هذوما اللي هما قاعدين يجرموا في حق الصيد البحري وفي حق المخزونات السمكية وفي حق الأجيال القادمة أما راهوا إذا كان أنت كمواطن ما تجيش تبلغ تقول لي آه وهذا يقاعد يبيع وهذا يقاعد يخدم في الكيس وهذا يقاعد يخدم في كذا أنا وحدي ما ننجمش نقدم معاك بشكل اللي تنجم تستناه مني إذا أنت تكون معايا أما أمبرتوناريا بينتنا شراكة بشحنا الاثنين نوصلوا وين يلزم نوصلوا بالثروة هذه يفو ديركو اليوم أمام الاستنزاف الكبير للثروة السمكية نعرفه إذا كان نعرفه أنه اليوم 70.4% من المخزونات السمكية بالمتوسط يوقع على استنزافها هذا يحسب الهيئة العامة لمصاعد الأسماك بالبحر الأبين المتوسط ما نجم نقوله كان يلزم مجهود مشترك اللي هو اليوم قاعد يتبلور على الميدان اليوم ثم ديروكمونداسيون يعني اتفاقيات تصير على مستوى الهيئة العامة بالأساس وعلى مستوى المنظمة الدولية لصون التونيات باش نحافظوا على ما تبقى من الثروة السمكية ونحاولوا ننميوها دونك نثم ننميو الثروة هذه هي وحدة من المسارات هو أن نعملوا كل ما هو راحة بيولوجية واليوم أكبر دليل أنه الناس تحب تحافظ وتحب ترجع الثروة السمكية هو الراحة البيولوجية اللي أقرتها تونس فيه خليج جابس بعدما تبين في 2009 أنه المخزون قاعد يتناقص بشكل رهيب كيف أنا كيف نقول اليوم على مستوى إقليمي يعني كنقول على مستوى بين الظفتين المتوسط ثم دوريات مشتركة بين تونس بالأساس اللي هي كانت ديمة رائدة في التجارب البيلوت يعني الزيسي بيلوت مع الليفكا اللي هي المنظمة الأوروبية للمراقبة واليوم قاعدين نعملوا عنا ديزينسبكتور قاعدين يخرجوا أبور دونافير أوروبيا على المتن المراكب هذه ويقوموا بعمليات مراقبة للمراكب التونسية وللمراكب كذلك الأجنبية الملطية الإيطالية الفرنسوية وثم زادة ثم حاجة أخرى اللي احنا عنا مركب أميلكار اللي اليوم يقوم بعمليات مراقبة على مستوى المتوسط بالنسبة كل ما هو مخزون طن أحمر واليوم قاعدين نعطيه في نتائج جيدة جداً على المستوى الدولي ونعطيه في محافظة الثروة السماكية مع دول الجوار ودول اللي نتشاركوا معها أكيد جداً على خطر أنتم لو كانت تشوفوا العدد الأيام الإعلامية اللي تنظمها الإدارات الجهوية لأنه الإدارة العامة للصيد البحري ممثلة في إداراتها الجهوية عدد كبير برشة من الدورات التكوينية بالنسبة للبحارة من منابر اللي تصير على المستوى الجهات ملي جورني دو دانفورماشيون اللي قاعدة تصير للتحسيس بكل ما هو صيد عشوائي وبكل ما هو المحافظة على الثروة السماكية اللي هو ما حس بيئي نماء في وسط البحار اللي هو ما كيتروح تمشي القرقناة تمشي المدنين تمشي الجرزيس الإنسان البحار البسيط يحكي لك على كل ما هو محافظة على الثروة السماكية اللي هو ما ما عدناش نحكيو على تنمية من غير ما نحكيو على محافظة دونك تول موند باللبريزيرباسيون اللي هو ما ودونك هذا مهم جداً أنه ينبع من البحار اللي هو ما كيتمشي المدنين الناس تحكيلك دي بلان دو جستيان اللي خليلك لا سستينيباليتي كل ما هو استدامة للثروة السماكية اكيد جدا انه بالتنسيق مع دي بايور دو فان و تعرفونتم اليوم كل ما هو ايكونامي بلو قاعدة تمتشر في العالم دك اليوم البحار والله يحكي بالجستيان دي بلان دو جستيان علش لانه ثم شراكة كبيرة بين الإدارة بين المنظمات والهيئات والهيئات الدولية المختصة في المجال وثم النونجاجمون من البحار علش لانه قاء الثمار امتاع هكي المجودة هذيك وقت اللي يلقى قدامه انه ثم عودة الروح للبحار احنا كيف نشوفه اليوم بدينا نحكيه شوية رغم اللي عنا خمسة سنين مسكرين مثلا كل ما هو موليشك بيفالد يعني المحار مسكرين وهذه الخامس سنين ما وقت اللي يشوف انه بدأت ترجع الثروة هذه لانه وصلنا في وقت معين انه تقريبا استنزاف للثروة هذه استنزاف تام للثروة هذه اليوم وقت اللي نحكيه على انه بدأت ترجع شوية لستوك اكسبلواتابل بيو اكسبلواتابل امتاع للثروة هذه والبيوماس اكسبلواتابل جوفيدير ولينا اليوم نحكيه على انسان يساهم ويشارك معك في نشر للثقافة البيئية والمحافظة على الثروة الكل والسماكية بالأساس في كل مجال لازم يكون ثم ناس تخدم رجلوه وثم ناس تخدم تصطاد في الماء العكر وتلوج على فرص هو البحار اللي دوناتور بحار اللي من طبعه بحار منجم كان يحافظ على الثروة هذه لانه خلاوله جدوده هو يحافظ عليها الأولاده ولي قدام لذا مهم جدا أنه نعرف أنه البحار الصحيح راه يحافظ على الثروة متاعه اليوم ثم ناس دو خلاق على القطاع وهم الحمد لله يا ربي أنهم عددهم قليل جدا ولي الدولة اليوم بهاكل هالكل قاعدة تصدى ليهم وقاعدة تمنع العباد هذوما باش يقفوا عن تحدهم صحيح جات فترة ما تفشت الظاهرة متع الصيد العشوائي بشكل رائيب لكن اليوم الدولة رجعت ورجعت بقوة واليوم عنا قاعدين مسخرين كل الإمكانيات للتصدي لهذه الظاهر اللي من شأنها أنها تمس بثروتنا السماكية نهايك أنه عنا في 2023 في حدود ألفين مخالفة ترفحت ضد العباد اللي قاعدة تقوم بتخريب كل ما هي بيئة بحرية الفرق بين الراحة البيولوجية وموسم الصيد هو فرق كبير راحة بيولوجية تفرضها الدولة في ظل وجود استنزاف للثروة السماكية بالنسبة الموسم الصيد هو الموسم اللي نجم يمتد عليه فترة صيد صنف معين في الفترة اللي بيولوجيكما ما أثرش على النمو والتكاثر متاعه من جملة الحاجات اللي نعملوها موسم هو موسم القرنيت القرنيت هذو ما عندهم يعني ينميه في سع ويكبره في سع نخليولهم الفترة اللي يصير التبييض متاحها والنمو متعلاجه فينيل نخليول الفترة اللي يبدأ يكبر فيها يبلغ من الوزن كيلوغرام ومن نجمه نفتتح الموسم كان وقت الله يولي عنا نعملو خرجات بحرية استكشافية مع البحث العلمي بش يعطينا أنه تقريبا النسبة القصوى ولا الكبرى متاع الهزي سبيست اللي نشدوهم يكونوا يتجاوزوا الحجم القانوني اللي هو واحد كيلوغرام ووقتها نجمه نحلو الموسم بتاعنا ساشونكو في كل الحالات نحن نحلو الموسم في آخر أجل في 15 نوفمبر إلا كان بش نحلوه إلا كان بش نمنعوه إلا كان نخافو عالثار والسماكية نمنعوه نهائيا طيلة الموسم كاكل إلا كان شوفنا أنه اليروسورس نقصد بشكل أنه تدعو للخوف على تواصل السباسة دي على السنفة دي دونك أحنا بالنسبة لنا يتحل الموسم اللي هو موسم صيد في 15 نوفمبر على أقصى تقدير بالنسبة للقارنية ويتسكر على أقصى تقدير بالنسبة لنا في 15 ماي ونخليه الفترة الأخرى اللي يتم فيها التزاوج والتكاثر والصغيرات يكبروا بش يبلغوا الحجم دونك مثلا مش راحة بيولوجيا لأنه الدولة ما تعوضش لأنه هذيا ما هوش نشاط احنا مش نوقفوه هذيا نشاط يقف بصفة بيولوجيا لأسباب بيولوجيا احنا نخليه باش نخليه تكاف فيه قانون فيه قانون أكيد فيه قرار انتع السيد وزير الفلاحة وفيه زادة حبيت نقول لك أنه احنا قبل معروف القرنيط على الكتف على الجربة على مستير على قرقنا بالأساس وكانت ناس تستادوا بطرق تقليدية كانت ناس تستادوا بالحجر بالقارور اتبع في كل ما هو معناها مخاب بيولوجيا وتمشي معناها طبيعية نقصد مش طبيعية معناها كما الحجر وكذا وتمشي وتستادوا اليوم الناس بتدعت وسائل جديدة او الحاجة مضرة جدا بالبيئة كما الدرين البلاستيكية الثاني حاجة العدد دمتاعها رهيب جدا ثالث حاجة تستعمل الطعوم والطعوم تعرفوها لكل كائل اللي هي اليوم قاعدة تشد تجبد الحيوان البحدي اللي هو القرنيط وتخليه يدخل بالسيف للدرينة البلاستيكية واليوم للأسف العباد والتي تشد والدرينة البلاستيكية نورمال مو كان عندها لانه اليوم تمنعت بمقتضاء قرار سيد وزير الفلاحة في مارس 2022 اليوم منعنا سيد القرنيط بالأختبوت سيد الأختبوت بالدرين سمحني واليوم فرضنا أنه الدرين هذوما عاش سعب لكن للأسف شديد العبادة هذوما برش عباد واصلة تستغل لأنه تسمح لها أنه تشد قرنيط في أحجام صغيرة جدا اللي ما تسمحش الحجرة وإلا القارورة باش يتشد فيها وتخلي البحارة هذوما يخدموا على مدى تقريبا كامل العام لأنه الحجر والقارور كي باش يحولوا يخذ منه برشة مجهود وبرشة طاقة وبرشة مصروف بينما يكون عنده صحيحة كبيرة ممونتاني ما ما عندها تأثير كبير ياسر وسلبي جدا على المخزون في الليزي سبيس هذوما منتاع القارنية ذوك وقع منع كل ما هو درين بلاستيكية ابتداء منها فين واثنين وعشرين واليوم قاعدين نجاهدوا باش نحاولوا نقضيوا على كل ما هي درينة بلاستيكية متواجدة في البحارة متاعنا أكيد أنه المجهودات قاعدة كبيرة أكيد أنه برشة برشة اليوم ناس قاعدة تواصل تستغل في الوسائل هذوما ما احنا نرنا بالمرسال لهم وراهم مش نوقفوهم باش نوقفو هالظاهرة اللي قاعدة تقضيها على الثروهين سيدتي الكريمة عنا في تونس معبر رسجدير ومعبر بذهبة لكن رغم ذلك كنت عداو نلقاو بضاعة ما شاء الله رغم اللي عنا زوز معابر بارك احنا في تونس عنا 1300 كيلومتر سواح عنا 35 كل 35 كيلومتر عنا ميناء عنا 42 ميناء عنا عدد رهيب جدا من المرافق والمراسي اللي تنجم بتحط فيها الفلوكة متاعك ينجم أي شخص يبقى بعيد شوية على الميناء ويعمل يعني نقل منتوج من مركب كبير إلى مركب سرير ويدخلوا في مرفأ ويلقى كاميونة تستنى فيه ولا كرة بتستنى فيه وتهزلوا السلع ما ثماش كان المعبر الوحيد اللي هو معبر سيد يوسف سفاقس اليوم تم امكانية انه يصير يسافروا بالمنتوج هذية وانتم تعرفوها بالباهي يسافر بالمنتوج هذية ويتعدى اسمعن الطرق انك بورديروبيلا لواء موجودة وبشكل رهيب اليوم تقتلك انه تم مراقبة على الطرقات تقتلك انه تم مراقبة في الاسواق تم مراقبة في وحدات تحويل منتجات السعيد البحري اللي يقولولها معامل متاع الاكسبور بالاساس المعامل اللي تصنع لكن رغم هذا صحيح موجود اليوم برشة عباد قاعدة تهرب لكن كانت شوف قداش احنا متصدين ليس ظاهرة هذية لو كان جات مسيبة كما الناس تستخيل راهوا ممكن الثروة هذية نقضيوا عليها في نهارين ولا ثلاثة ايام ونقفوا من الناس راه واقفة الناس قاعدة تجاهد باش تخلي تحافظ عثرو هذية اكيد ثم تجاوزات وهذا ما ننكرهوش بكل مراحنا قاعدين نكثفوا في مجهوداتنا باش نحاولوا نقضيوا على الظاهرة هذية الدرين البلاستيك اليوم للأسف وقتل ما تتمنعش القانون في فترة معينة ثم كمية رهيبة تصنعت وكيف كيف زاد النجم ونلقاه حتى مصانعة النجم بتعاملنا الماتير البرميار اللي يعملوها حتى درينة سلطاعون البحر قاعدة تستعمل ايضا لصيد القرنين بالضبط وهذا يعليش احنا اليوم بوتاتر ولينا نخموا اكثر انه حتى درينة بتاع السلطاعون نخموا فيها في وضعيتها القانونية وتقنينها اكثر من الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه بوتاتر وقتل يوليه ثم ماي اكثر من ثلاثين لانه اليوم الغين القانونية اللوزنج بتاعنا هذيك الكارو اللي كل واحدة هي ثلاثين الظلع متاع الوحدة متاع العين لك احنا اليوم نخموا حتى نكبروا بالنسبة للدرينة تعصى التعون بوتاتر ساين ديزالترنتيف اللي قاعدين نخموا فيها باش ما نخليوش الدرينة هذية تكون مكان لوقد ولا لقاتل قرنية الجويد والحوت الجويد اللي خوف اكثر مش هذة اللي خوف اكثر هي لاباش فونطام اللي هي الدرين اللي تضيع لانه اليوم الدرين والقارور اللي نجم يدخل ليخرج الحوت ولا القرنية اللي لهم هذو ما ديزانجان اللي انفوات خلطت لها القرنية ولا الحوت باش تموت غادي وساسابال اللي هي بالحق الكارثة الكبيرة واللي هي يمكن تكون احد اهم الاسباب في تناقص الثروة السماكية اللي يوم في بلاد هو تشكية احنا تقريبا ناخذ كل يوم مكالمات هاتفية يعني هذية بالاساس اثنين عنا تشكيات عن طريق الفواة نورمال معناها الطريق الاسلم ولا الاساسي اللي هو المراسلات اللي تجينا عن طريق المندوبين ولا مباشرة من البحارة اللي حسوا رواحهم اليوم ممسوسين ولا مظلومين في الجهات متاحة توصل تشكيات هذا اكيد واخنا قاعدين نونرياجي معنا قاعدين كانت شوفوشي حتى في المحاضر متاعنا في معاينات بالاساس في باخيرة قرقنا عند الانزال في بعض الموانئ وقاعدين نحجو في كميات متاع قرنيت اللي هي تم استيادها خارج موسم المقاننة المتاحة وقاعدين نعمل في محاضر اكيد انه ثم ثم كميات مش تهرب مانا هوني كان حب نعول ولا نعمل على واعي الناس على واعي شكون بالاساس وكان مثلا مش عن كونسوماتور وقتل يعرف في العباد وكانه ثم ديسبوت تقول انه القرنيت يتمنع من اله لكن انتي تمشي وتلقى القرنيت قدامك وتلقاها حجم غير قانوني وانتي تعرف انه الحجم القانوني كيلو وتلقاها مئة جرام انتي تشريها انتي دعمت اليوم بحار غير قانوني انه يواصل يشتغل لانك شريت من عنده ولانه خذيت حاجة في غير وقتها ويمكن دولة الوفواء اللي تستحقوا انتي كمصدر وكانت تستنى ثلاثة شهر ولا شهرين ونص اللي تاخو فيها اليوم مئة جرام تاخذها بعد شهرين بكيلو نص وزوز كيلو دونك انتي كمصدر خاسر برشا تخسر لانه الكاليتين متاعك تخسر لانه لا ريبيوتاسيون متاعك البرة مش تعطي الكاليتين مايش بايع لو كان المصنع ما يخذش من عند البحار منتجات غير قانونية ومتقتم البيش اي يو يو البيش ينين نون ريجلومنتي نون ديكلاري انا اليوم مناش في وضعيات اللي وصلت لها المخزونات متاعنا في تونس وفي العالم عن احنا اليوم البي اميس قلت لك عليها قبيلة اللي هو الفاسل مولاتورينك سيستم اللي هو جهاز اليوم قاعد لانه ثم ضوابة دولية تقول لنا انه نركبوها لكل المراكب اللي تفوق 15 متر لكن احنا اليوم قاعدين نستفيد جدا من المراقبة عن بعد وقلت لك انه اليوم بدلنا القانون التونسي عدد 13 قانون عدد 13 بدلناه عملنا تنقيح تين فيه تنقيح لول قانون عدد 34 لسنة 2013 القانون الثاني اللي خرج عدد 30 لسنة 2018 واللي يسمحنا باستعمال التقنية الحديثة باش نقوموا بعمليات المراقبة عن بعد للمراكب هذية وهذا يزدنا اكثر دعمناه لانه ممكننا شركانا في المراقبة من الاجهزة هذية ولا وبيدهم هما يقوموا بعملة المراقبة عن بعد معنا اليوم كان عنا سلطعون ازرق قبل 2014 لا علش لانه اليوم درجة الحرارة متاع البحر في المتوسط ارتفعت بحدود تقريبا زوز درجات وهذا اللي خل ثم اصناف جديدة جد دخلت ثم اصناف قاعدة تبعد وتهرب اذا كان اليوم نقص في الانتاج ينجم بان سور الاستغلال المفرط موجود لكن اليوم راه ثم نقطة مهمة جدا انه التغيرات المناخية اللي كنا نستنوا فيها في 2030 و2040 دخلت علينا وجات بكري من غير ما تدق الباب قاعدة اليوم تأثر علينا بشكل كبير في المخزونات السماكية وقاعدة اليوم عندها كبير وينمشين اذا كان مش نمشيو اي حاجة بش تمشي هز وما ترد جبال تتهد اذا كان مش نواصلو بالاستنزاف متاع الثروة اكيدا انه معنا وينواصلو لا احنا ولا غيرنا لانه اليوم زادة في العالم قاعدين نحكيو على سور كاباسيتاء وسور بيش في العالم ككل مش في تونس حبيد نقولك انه تونس كان ما عندكش معلومة المجموعة الصيد متاحها تقريبا 160 الف طن اللي مثله 0.14% قاعدين يصطادوا في دولة اخرى لكن احنا بالحس وروازع الوطن والاحساس انه الشيء هذا يجب ان نحافظ عليه اللينا والاجيال القادمة قاعدين نقاوموا باش نقفوا وباش نحافظوا على الثروة هذه انا نحب نورك الكوتيب بوزيتيف والنصف المليانة بتاع الكاس انه بالمجهودات اللي قاعدة تقوم توا بالزفور بتاع الناس كل يكاية نرى مستقبل زاهر للقطاع وللمخزونات مشكمة لو فيه توا مشي للخائد اشتركوا في القناة